السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يشباب اليوم سنشرح طريقة حذف جهات الاتصال في التليقرام دفعة واحدة فلا تنسوا ندعمني باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة في البداية سنشرح طريقة حذف جهة الاتصال واحدة في التليقرام نفترض مثلا هذا الشخص الآن تريد أن يحذف جهة الاتصال الخاصة فيه فقط تضغطون على اسم الشخص بهذا الطريقة وبعدين تضغطون على الثلاث نقاط اللي فوق على المين ومن هنا تسوون حذف جهات الاتصال وبعد كده تأكدون الحذف فكذا الآن بكل سهولة حذفنا جهات الاتصال هذه من عندنا أما يا شباب إذا كان عندكم جهات الاتصال كثيرة وتبغون تحذفونها كلها بدفع واحدة فالطريقة أو الحل جدا بسيط تضغطون على ثلاث شرطات اللي فوق على إسار ومن هنا تروحون على خيار الإعدادات وبعدين من هنا تروحون على خيار الخصوصية والأمان وهنا يا شباب تنزلون آخر شي تحت رح تحصلون جهات الاتصال فمن هنا يا شباب تقفلون هذه الخيارين الخيار الأول وخيار الثاني لازم تسوون لها تعطيل فبعد كده بعد ما تسوون تعطيل لهذه الخيارين تضغطون على خيار حذف الجهات المزامنة وبعد كده تضغطون على خيار الحذف فكده يا شباب حذفنا جهات الاتصال دفعة واحدة في التليجرام إذا حابين تعرفون أكثر عن التليجرام أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة